مشاهدينا التسع صباحا وموعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع منا اتفضل يا منا شكرا لك جوانا التسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجي كياتي بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقيمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والتي ستعقد على مدار يومي السبع عشر والثامن عشر من فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القيمة تعقد هذا العام تحت عنوان أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030 وقد عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000 وأشر متحدث رئاسة إلى أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القيمة الأفريقية الأوروبية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي كما سيستعرض الرئيس السيسي استعدادات مصر لاستضافة قيمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022 ومن المقاررية أن يتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى بلجيكا عقد مباحثات قيمة مع مريك بلجيكا ورئيس الوزراء كما سيعقد الرئيس السيسي لقاءا مع النخبة من مجتمع رجال الأعمال البلجيكي إضافة إلى لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومة المشاركين في القمة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها على الأراضي الزراعية سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف مع إزالة المخالفة فورا جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي الزراعية وذلك في إطار مواجهة الدولة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وكلف مدبولي بضرورة أن يتوافر لديه بيانات يومية بأي حالة تعد تحدث على الأراضي الزراعية وشدد رئيس الوزراء على أنه يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكل التعدي على الأراضي الزراعية أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الوزارة تعمل بشكل دؤوم بلا كلل أو ملل لإخراج كفاءات قادرة على النهوض بالعمل الدعوي من خلال التأهيل والتدريب المستمر والدورات المتقدمة والمتخصصة في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين وخلال لقائه نظيره السعودي عبداللطيف الشيخ أضف وزير الأوقاف أن الأئمة يدرسون في أكاديمية الأوقاف الدولية علوم اللغة العربية ودورات الحاسب الآلي إلى جانب المكون الشرعي والثقافي ويقوم بالتدريس في هذه الدورات علماء متخصصون في جميع المجالات أعلنت وزارة الصحة خروج 1546 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائه مفقا لإرشادة منظمة الصحة العالمية بيرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 390489 حالة وفي بيان الوزارة اليومية أعلنت أعلنت تسجيل 2117 حالة إيجابية جديدة و56 حالة وفاة استقال قائد شرطة أوتاوى الكندية بيتر سلولي واستنتقادة بالتعامل بالقوة مع تظاهرة قافلة طائق الشاحنات التي لا تزال تسيطر على وسط العاصمة الفيدرالية وجاءت استقالة سلولي بعد يوم من استدعاء رئيس الوزراء جاستين ترودو لقانون التوارئ وهو قانون يمنح الحكومة الفيدرالية مزيدا من السلطة لكسر الحصار وتم تأكيد استقالة سلولي من قبل وزير السلامة العامة الكندي ماركو في مؤتمر صحفي أعلنت فيه تخفيف إجراءات فيروس كورونا المتعلقة بالمسافرين ختام موجز التساع عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل